سترغب ننتقل إلى محور آخر أو نقطة أخرى قبل فترة ورد اسمك ضمن قائمة من 60 شخص أصدرتها الحكومة العراقية لمطلوبين بذريعة دعمهم للإرهاب في العراق وكان حتى في مذكرة التوقيف بحقك ما مصير هذه القائمة؟ هل ما يزال هذا يلحق إلى الآن؟ وما قصتها كذلك؟ ما قالها أي قصة القصة أنه أنا دافعت عن الوالد وكنت شوكة بصفاحهم خلص لازم أدفع ثمان دفاعي عن الوالد بالمطالبة بي إرهابية يعني إرهابية إيشاني وين يعني بالجبال عايشة يعني معايشة ببلد كل شاردة وواردة معلومة جرى الحديث عن دور لك ما في دعم دعم منه؟ مثلا جرى الحديث عن عملية سبايكر مثلا كيف تردين؟ سبايكر ولدنا وخلي المسمع يسمع يعني ما ربيت في بيت يقتل شعبه لأن أخطأ نحن ما نجيش لجيوش على شعبنا ونبيد منطقة بمنطقتها مثل ما أكو دول سوتها الذي يخطأ بحق القانون العراقي يعاقب وفقا للقانون العراقي كنت أسألك هذه النقطة لأنه يقى وفقا للقانون العراقي فعاد سلطان من كان يخطأ من كان يخطأ كان يعدم قانون العراقي بفقرات التي يعدم بها الشخص الذي يقترب منها يصدر حكم الإعدام بشأنه لكن يعني ما يوجد أحد من يعني يوجد الكثير من الناس شاهداء على المرحلة ككل والإعلام يصور الصح والغلط من نجيب حزام ناسف وننسف الناس الواقفة بالشارع هايا ما نسويها هايا بيت صدام حسين ما يسويها مولو يروح نصنا لو نروح كلنا ما نسويها مورغد نعم اللي تؤمر بقتل ولده سبايكر تساطعش وسبعة عشر وعشرين سنة ذوله ولدي والأكبر أخوتي تخطأوا الناسك لكن ما تجي تقتلهم بغض النظر إذا كان دورهم صحيح أو خطأ لكن يقتلون وأروح للإرقس قريتها فتقصة من نسج الخيال غريبة يا أخي راحت جتي راحت جيت رغت بالدفلان معروفة دخلت العراق وطلعت العراق لعدل قاعدين على الكراسي شنو إذا ما يعرفوك دولة من ندخل الدولة وطلع هذا الكلام مصحيح بشكل مباشر لم يكن لك أي دعم لأي عمليات عسكرية عمليات قتالية لا قتالية أولا إذا تحكي عن المقاومة العراقية فما يحتاجوني ترى العراقين قاوموا الاحتلال ببطولة ما يحتاجوني أبدا بعدين ما فد يوم كان إلي دور رسمي بهذا الشأن ولو كان إلي دور مو في سبايكر سبايكر دولة ولدنا أرجع وأقول لك أرفض رفض قاطع الشيء اللي حصل لهم من الجهات المتشددة غلط اللي صار غلط ما يجوز أن يصير بهذه الطريقة نعم دعيني أعود إلى القائمة التي وضعوا اسمك فيها نعم ماذا حل بها؟ القائمة استمرت سنين كل شي طويلة زعجهم دفاعي عن الوالد زعجوهم المحامين اللي ينزلون للمحكمة وصوت الوالد اللي سمع العالم كله وازدادت شعبيته وحبت الناس أكثر واحترمتها أكثر فرادوا يعاقبون بطريقتهم ما أحب أستعمل كلمات احتراما للمشاهدين نعم اختاروا هذه الطريقة هل كان هذا هو الثمن الذي دفعتيه في مقابل دفاعك عن والدك صدام حسين قطعا هم ارتقوا أنه يدفعوني ثمن دفاعي عن الوالد في أن يضعوني بالانتربول ويشوهون الصورة أمام ناسي القتل ميلوغ أن لي أنا ما أقتل ما رح تشي لك أنا أحد غيري رح تشي عن نفسي مو رغد اللي تقتل ناس القتل يلوقي الشوارب هم هم اللي من جو يحكمه لليوم الناس تنثرهم ثورب من الشوارع هذه المرحلة وهاي المهمة إلهم تلوقي لهم تلوقي التاريخي ومكانتي يعني أتخيل أن هذه المذكرة قد أوقفت ربما لأنك أنت سافرتي الآن وجئتي لزيارتنا هنا في دبي حتى نجري هذه المقابلة يعني لم تؤثر هذه المذكرة أو هذه القائمة على حياة رغد صدام حسين لا قطعا أثرت المنع مو بالدول العربية الدول العربية الأغلبية منهم موقفوا عند هذه المذكرة ولا أحد منعني ولا يوم أني أدخل أنا منعت نفسي ثلاث سنين عن السفر حتى ما أحرد جهات بعد ذلك صرت أسافر للدول العربية لا أبدا وهو الانتربول نفسه لما يعني يلتقيهم المحامي يعرفون أنه هذه تهمة كيدية ترجمة نانسي قنقر